بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي الآية قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك في الربوبية وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محضة فضل لكن لأنه أهل ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية الدليلان الثاني والثالث وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصرة قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاتا والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه في هذا الحديث من العبري شيء كثير جدا منها أولا القصص تأتي في الكتاب والسنة لأجل الاعتبار والاتعاض ثانيا بيان قدرة الله بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى بمجرد مسح الملك لهم ثالثا أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر لكن بأمر الله لهم رابعا أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو معاني أو قوى فقط خامسا حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه سادسا أن الإنسان لا يلزمه الرضا بالمقضي ويجب عليه الرضا بالقضاء الذي هو فعل الله ففرق بين فعل الله والمقضي والمقضي ينقسم إلى مصائب لا يلزم الرضا بها وإلى أحكام شرعية يجب الرضا بها سابعا جواز الدعاء المعلق ثامنا جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به المتنزل لأجل إفحام الخصم تاسعا أن بركة الله لا نهاية لها ولهذا كان لهذا واد من الإبل عاشرا بيان أن شكر كل نعمة بحسبها الحادي عشر جواز أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة الثاني عشر أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا وقصتهم مشهورة الثالث عشر فضيلة الورع والزهد وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه كالأعمى الرابع عشر ثبوت الإرث في الأمم السابقة الخامس عشر أن من صفات الله الرضا والسخط والإرادة فنثبتها لله على الوجه اللائق به السادس عشر أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء ولا يلزم منها المقارنة السابع عشر اختبار الله للناس بما أنعم عليهم به الثامن عشر أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات المسائل الأولى تفسير الآية ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست الثانية ما معنى ليقولنها ذا لي أي إني حقيق به وجدير به الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة ومن ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى فإن الأبرص والأقرع جحدا نعمة الله بعد وجود النعمة وقبل النعمة لم يكن التعلق بالله أما الأعمى فاعترف بنعمة الله بعد وجود النعمة وتعلق بالله قبلها قال ابن القيم وليحذر كل الحذر من طغياني أنا ولي وعندي فإن هذه الألفاظ ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون فأنا خير منه لإبليس ولي ملك مصر لفرعون وإنما أوتيته على علم عندي لقارون وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي التقسيم والتقعيد للقول المفيد